اشتركوا في القناة لا شهادة أن لا إله إلا الله وذكر أدلة الباب ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غذا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها قال فلما أصبحوا غذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع قال فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم قال الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح قوله لا يعطين قال هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم المقدر واللام والنون والتقدير والله لا يعطين قوله الراية قال العلم وسمي راية لأنه يرى وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه واللواء قيل إنه الراية وقيل ما لوي أعلاه أو لوي كله فيكون الفرق بينهم أن الراية مفلوفة مفلولة أسف لا تطوى واللواء يطوى إما أعلاه أو كله والمقصود منهما الدلال ولهذا يسمى علما لو أعطيننا الراية يعني العلم الذي يكون عليه الدلالة على قائد الجيش الحروب القديمة كان المكان اللي فيه قائد الجيش أو هو نفسه قائد الجيش كان يحمل ماذا؟ هذه الراية لأن هذه الراية بمثابة يعني الثبات عند هؤلاء طالما أن هذه الراية مرفوعة فهذا دليل على بقاء القائد واستمرار قوة الجيش ولذلك دائما كانت الجيش تستهدف أول ما تستهدف من يحمل الراية فإذا سقطت الراية فإن هذا يبعث في نفوس الجنود والمقاتلين الوهن والضعف ولذلك كان أبطال الإسلام يحرصون على أن لا تسقط الراية أبداً ولذلك لما كان في مؤتة القائد الأول لما قتل حملها الثاني الثاني لما قتل حملها الثالث الثالث لما قتل ولم يكن هناك قد عين رابع تفق المسلمون على أن لا بد أن يحملها واحد منهم فحملها خالد رضي الله عنه قوله غداً وسبحان الله كان الواحد منهم يحمل الراية ويقاتل يحمل الراية ويقاتل نعم قوله غداً قال يراد به ما بعد اليوم والأمس يراد به ما قبله والأصل أنه يراد بالغد ما يلي يومك ويراد بالأمس الذي يليه يومك وقد يراد بالغد ما وراء ذلك يعني قد يراد بلفظ الغد أيضاً استعمال آخر قوله تعالى لتنظر نفس ما قدمت لغد فصر الغد هنا المقصود به يوم القيامة والآخرة أي يوم القيامة وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك أي ما وراء اليوم الذي يليه يومك يعني قد تعبر أنت عن سنة ماضية أو سنين ماضية تقول بالأمس جاء التتار فحاربوا الإسلام واليوم جاء مثلاً الفلانيون يحاربون الإسلام تقصد بالأمس يعني الزمن البعيد الذي سبق يومك قال قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال أثبت المحبة لله من الجانبين أي أن الله تعالى يحب ويحب وقد أنكر هذا أهل التعطيل وقالوا المراد بمحبة الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته فصلنا هذا أيضاً في باب آخر قبل ذلك والمراد بمحبة العبد لله محبة ثوابه هم بيقولوا كده قال وهذا تحريف للكلام عن ظاهره مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم ومحبة الله تعالى ثابتة له حقيقة وهي من صفاته الفعلية وكل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو من الصفات الفعلية كل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو من الصفات الفعلية لأنه متعلق بماذا؟ بالفعل والمشيئة نعم والمحبة لها سبب فقد يبغض الله إنسانا في وقت ويحبهم في وقت لسبب من الأسباب خلاصة الكلام يعني أن الحديث في إثبات المحبة وفي إثبات الحب سواء من جانب العبد أو من جانب الرب سبحانه وتعالى خلافا لمن عطلوا ذلك وبعد وقوعهم في التشبيه وظنوا ذلك تنزيها وقالوا لو أثبتنا المحبة لله تعالى وأنه يحب والحب هو انكسار القلب فهذا تنقيس لله تعالى وهذا من جهلهم لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق فأرادوا أن يفروا من ذلك فعطلوا وكان يسعهم أن يقولوا الله يحب ولا ندري كيف ذلك لكن نفهم أنه يحب وهذا من أعظم ما نتعبد به لله أن الله يحب العبد الذي يطيع وكذا ونحو ذلك قوله على يديه أي يفتح الله خيبر على يديه وفي ذلك بشارة بالنصر قوله يذوكون يخوضون وجملة يذوكون خبر باتا قوله غذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذهبوا إليه في الغذوة مبكرين كلهم يرجوا أن يعطاها لينال محبة الله ورسوله الصحابة رضي الله عنه كلهم يرجوا أن يعطى الرايح لأجل ماذا؟ لأجل أن يصيروا أصحاب هذه المنقبة وليس لمجرد الإش الصدارة قوله فقال أين علي؟ القائل الرسول صلى الله عليه وسلم قوله يشتكي عينيه أي يتألم منهما ولكنه يشتكي إلى الله لأن عينيه مريضة هو إشارة من الشيخ لكنه يشتكي إلى الله يعني تنبيه على يعني ذنب التشكي إلى الخلق ذنب التشكي إلى الخلق البعض أحيانا يبالغ في الشكوى فيكون ظاهرها التشكي إلى الخلق نسأل الله العفو والعافية يقول وقوله فأرسلوا إليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قوله فأتي به قال كأنه رضي الله عنه قد عمم على عينيه لأن قوله أتي به أن يقاد يعني بيقول كأنه كان رابط حاجة على عينيه من شدة المرض يعني سبحان الله العظيم يعني ده أعد في بيتهم ونايم في السرير وعينيه ما مربوطة بالبتاع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله وإحنا اللي زينا عمال يفرق شمال ويمين ومش يعني نسأل الله العفو والعافية ولذلك في الحقيقة في هذه المسألة أو في هذا الجزء من الحديث يعني دليل على الإيمان بالقدر وأن الله عز وجل قدر المقادير وعليك أن تفعل الأسباب المشروعة فقط وإلا فعلي أعطي ذلك وهو ليس أهلا لها في الظاهر نعم قوله كأن لم يكن به وجعا قال أي ليس بهما أثر حمرة ولا غيرها يعني بعدما النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه ودعا له صلوات الله وسلامه عليه قوله فبلئ هذا من آيات الله الدال على قدرته يعني شفه قال هذا من آيات الله الدال على قدرته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك من بين سائر الصحابة طيب هو هل هذا يعني يوهم تعارضا يعني الله يحب عليا وعلي يحب الله هل هذا ليس حاصل لبقية الصحابة الجواب حاصل بإذن الله تعالى ويشهد الله لهم بذلك في كل الأدلة الواردة بفضل الصحابة لكن هذا من باب تخصيص العموم لزيادة فضل إن هذا الصحابي سيكون له هذا الفضل بدرجة عظيمة جدا لكن أيضا تأتي المسألة الأخرى هل هو أعظم عند الله من أبي بكر مثلا أو عمر الجواب لا بل أبو بكر وعمر أفضل منه بإجماع المسلمين لكن هذا من فضل الله عز وجل في باب أوحى الله عز وجل لنبيه به وإلا مثلا في قوله له في موضع آخر ألا ترد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى طيب أبو بكر ده أعظم منه فكان هو في هذا الموضع فقط بمنزلة إيش؟ هارون من موسى لكن أبو بكر كان بمنزلة هارون مطلقا بمنزلة هارون مطلقا هو الصاحب الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم والمستشار والوزير الملازم على الدوام والأدل على ذلك قال قوله انفذ على رسلك قال أي مهلك مأخوذ من رسل الناقة أي حليبها يحلب شيئا فشيئا والمعنى امشي هوينا هوينا لأن الوقام خطير لأنه يخشى من كمين واليهود خبثاء أهل غدر لا معنى آخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انفذ على رسلك يعني يمشي بالجيش بهدوء لتتفقد المواضع والطريق ونحو ذلك قوله حتى تنزل بساحتهم أي ما يقرب منهم وما حولهم الساحة اللي هو المكان المحيط بهمهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزلنا إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وهذا إذا كنا على الوصف الشيخ يعني بعقب بيقول وهذا إذا كنا على الوصف الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن يعني مين إن ذول المؤمنين عموما لكن لما يكونوا على الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأول ما ينزلوا ساحة قوم خلاص يرعبوهم ويخوفوهم إذا كانوا على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال الشيخ أما إذا كنا على وصف القومية يعني أنه بيذكر أحد الأوصاف عموما قومية الانحراف عموما القومية أننا صارت القومية هي الأعظم التي يقاتل من أجلها والمقصود بالقومية يعني البلاد والدول والعصبية للبلاد والدول والقوم فإننا لو نزلنا في أحضانهم فمن الممكن أن يقوموا ونكونوا في الأسفل لنسأل الله العفو والعافية قوله ثم دعوهم يا أحضانهم يعني لو وصلنا حتى على أبوابهم وأفنف في وجوههم هكذا شيخافوا مننا لأننا ما صرنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قوله ثم دعوهم أي أهل خيبر إلى الإسلام أي الاستسلام لله هذا معنى الإسلام يعني قوله أخبرهم بما يجب عليهم قال أي فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقط بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ يعني نفس الآل لمعاذ علي رضي الله عنه كذلك قال وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها هل يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده مسألة دي يتمنى شوية مش كده في الأسئلة اللي هم ترحتوها هل قبل ما يدخلوا في الإسلام يقول لهم خلي بالكوا أنتوا عليكم الزكاة وعليكم الصيام وعليكم كذا وكذا ونحو ذلك حال المذعو فبيقول الشيخ يعني وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها هو الشيخ بيقول يتردد لأنه فعلا في خلاف بين العلماء في ذلك هل يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده يقول فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذا فإننا نقول الأولى أن تدعوه للإسلام وإذا أسلم تخبرهم وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن وأنهم لا يسلمون عن اقتناع فقد يسلم وإذا أخبرته ربما يرجع قلنا يخبرون أولا بما يجب عليهم من حق الله فيه لأن لا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهم وحينئذ يجب قتلهم لأنهم مرتدون يقول الشيخ ويحتمل أن يقال نترك هذه المسألة للواقع وما تقتديه المصلحة من تقديم هذا أو هذا وهذا والله أعلم كما قال الشيخ هو الأقرب بالفعل وإن اختلف علماء الإسلام في ذلك ما منهم من قدم هذا ومنهم من قدم هذا لكن في الحقيقة هذا الجواب أقرب والله أعلم وهو أن ينظر لحال المدعو إن كان حال الناس في جهل شديد ونحو ذلك قلنا لهم هذه المعاني وبينا لهم هذه الأحكام ونحو ذلك من باب درء مفاسد وإن وجدنا أن للإسلام قوة وسلطان وشوكة ونحو ذلك ربما تعملنا بغير ذلك قوله لئن يهدي الله قال لا مواقع في جواب القسم وأن بفتح الهمزة مصدرية ويهدي مؤول بالمصدر مبتذأ وخير خبر ونظيرها قوله تعالى وأن تصوم خير لكم يعني زيها يعني لئن يهدي الله بك قوله حمر النعم قال بتسكين الميم جمع أحمر وبالضم جمع حمار والمراد الأول ودي خطأ ممكن نقع فيها الخطبة والإخوة خير لك من حمر النعم الحمر غير حمر قال وحمر النعم هي الإبل الحمراء وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب وهي أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم العرب كان عندهم أغلى شيء عندهم الإيش الإبل بعد أولادهم يعني ونحن ذلك أغلى شيء في أموالهم الإبل يعني الناس مثلا في زماننا الآن أغلى شيء في أموالهم ممكن يكون مثلا المساكن ممكن يكون الطيارات ممكن يكون كذا كذا أغلى شيء في أموال العرب كان الإبل نعم وسبحان الله البدو إلى يومنا هذا يعظمون مسألة الإبل دي إلى يومنا هذا وخصوصا في المماكن اللي يبتعد البادية الشديدة تجد الإبل دي عندهم حاجة قوله لئن يهدي الله بك ولم يقل لأن تهدي لأن الذي يهدي هو الله والمراض بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة طيب قبل من نجوزها دي لا يمنع أن يقال فلان يهدي أيضا والمقصود بهداية فلان هداية الإيش البيان والإرشاد نعم قال وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام أو يعم كل هداية هذه برضو مسأله هل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام أو يعم كل هداية هو يقصد الشيخ يعني هل الحديث يعم لو قلنا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني يهدي الله بك رجلا من الكفر إلى الإسلام ولا أي نوع من الهداية مثلا واحد مسلم بس مثلا كان ما بيصليش الجماعة فنصحته أنت إلى صلاة الجماعة فصار يصلي الجماعة خير لك من حمر النعم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم أنت هديت لصلاة الجماعة ولا ذا مختص بماذا من الكفر للإيمان قال هل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام أو يعم كل هداية نقول هو موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام وهل نقول إن القارينة الحالية تقتد التخصيص قال وأن من اهتدى على يديه رجل في مسألة فرعية من مسائل الدين لا يحصل له هذا الثواب بقارينة المقام اللي هو خير من حمر النعم لأن علي موجه إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام والله أعلم الشيخ ترحى يعني المسألة وتركها رحمه الله تعالى إنه هل يشمل الكل نحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يشمل ليش الكل وفي كل الأحوال هو مأجور يعني حتى لو قيل بأن هذا مختص بالإسلام فقط هو الذي خير لك من حمر النعم لا يمنع أن من هدى إنسانا لأي أمر آخر أن له أجر عظيم وإلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدال على الخير كفاعله وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره وغير ذلك من الأدلة نظائر هذا المعنى وهذا الحديث له رواية فيها أنه قال لَإِنْ يَهْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلْعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ والمقصود بالترغيب في هذا الفعل وهو هداية الناس إلى الإسلام قال فيه مسائل يعني انتهت أدلة الكتاب أدلة الباب وهذه الأدلة فيها وحولها مسائل قال الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتؤخذ من قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ها أنا ومن اتبعني ولذلك في الحقيقة في فقه الدعوة في فقه الدعوة يعني مشروع أن نقول للناس أن هذا من أدلة انتمائك للإسلام وليس المقصود بها أنه لا يكون مسلما إذا لم يدعو إلى الله إنما لا مانع في استعمالها في فقه الدعوة أن نقول أن من أدلة انتماء الإنسان للإسلام أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني اللي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أنه يعمل بالإيج بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كذلك لهذا الدين قال والأشمل من ذلك والأبلغ في مطبقة الآية أن يقال إن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم الثانية التنبيه على الإخلاص الشهد تؤخذ من قوله أدعو إلى الله ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أن باطلا الثالثة أن البصيرة من الفرائد أن البصيرة من الفرائد وتؤخذ من قوله تعالى أدعو إلى الله على بصير ووجه كون البصيرة من الفرائد لأنه لا بد للدعية من العلم بما يدعو إليه والدعوة فريضة فيكون العلم بذلك فريضة الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة وتؤخذ من قوله تعالى سبحان الله وما أنا من المشركين فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله وده المقصود بقول الشيخ محمد بن عبد الوهد من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة إنه من عظيم يعني حسن التوحيد هو إفراد الله عز وجل عن الشريك وإفراد الله بكل أوصاف الجلال والكمال والوحدانية ولذلك فهذا التوحيد من عظيم ما فيه تنزيه الله عن المسبة ولذلك الذي يقبل الذي يقبل أن يسب الله عز وجل في الحقيقة ما وحد الله عز وجل وإن كنا نقول انتبه للتفصيل والفرق فهناك من يعني يجهل ذلك فإن هناك من يجهل أن النصارى مثلا يسبون الله فهناك كثير من المسلمين يجهل ذلك وإلا فالذي يجهل وإلا فالذي يرضى بأن يسب الله عز وجل فهذا غير موحد لكن كثير من المسلمين لا يعرفون ذلك ويظنون أن النصارى يقولون أن الله هو الذي ندعو إليه كذلك نحن وأنهم يعبدون ما نعبد نحن ولذلك فكثير من المسلمين ربما يقول لك هم مؤمنون ونحن مؤمنون ولذلك هذه مسألة خطيرة جدا ينتبه للفرق بين الحالين وإلا كثير من الناس جهله لا يفقه الناس أولا العفو والعافية قال الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله عز وجل نعوذ بالله من أعظم في الحقيقة يعني ما يدل على قبح الشرك أن المشرك سب الله عز وجل الذي يقول أن الله ثلاثة كيف هذا يعني يقول أنا بعبد لله سبحانه وتعالى تعبد الله ولا تعبد معه اثنين آخرين الذي يقول أن الله هو العزير أو أن العزير ابن الله كيف يقول هذا أنه موحد لله سبحانه وتعالى فضلا عن من يعبدون العياذ بالله الأوسان والأصنام والأنظمة والعياذ بالله والمناهج نعوذ بالله من ذلك السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لأن لا يصير منهم ولو لم يشرك إبعاد المسلم عن المشركين وسبحان الله وما أنا من المشركين أنا مش ممكن أكون معكم أنا مش ممكن أكون موافق لكم في حال وأنا مش ممكن أكون أبدا منكم أبدا هذا هو حال المسلم لقوله تعالى وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَقُلْ وَمَا أَنَا مُشْرِكَ لَا أَنَا لَسْتُ بَيْنَهُمْ وَلَا مَعَهُمْ قال لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشركا فهو في ظاهره منهم الذي يعيش مع الكفار حتى ولو كان موحدا ويرضى بالإقامة مع الكفار وهو في خشي على دينه أو في تلبيس في دينه فهذا في الحقيقة ظاهره أنه منهم وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن مكث بين ظهراني المشركين ولهذا لما قال الله للملائكة اسجدوا لآذم فسجدوا إلا إبليس توجه الخطاب له ولهم لأنه على الغالب مش كده؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بالسجود قال للملائكة إن الأمر كان للملائكة وإبليس ليس من الملائكة لكن لأنه قلة وهم كثرة صار الحكم للغالب ولذلك المسلم الواحد لو بين الكفار سيصير الحكم في الحقيقة للغالب لا سيما إذا كان يوافقهم في ظاهر حاله السابعة كون التوحيد أول واجب قال تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحد الله وقال بعض العلماء أول واجب النظر لكن الصواب أن أول واجب هو التوحيد لأن معرفة الخالق دلت عليه الفطرة بخلاف هذا القول الذي هو أقرب إلى كلام المعتزل في الحقيقة الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء يعني أن يبدأ بالتوحيد قبل أي شيء آخر تؤخذ من قوله يدعوهم إلى الإسلام وأخبر وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه وهذا أيضا فيه إشارة إلى يعني فشل يعني أو خطأ الدعوات التي لا تهتم بالتوحيد ولا تجعل التوحيد أول ما يدعى إلي التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله كلمة أن يوحد الله هي هي لا إله إلا الله تؤخذ من تعبير الصحابي رضي الله عنه حيث عبر في رواية بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية بقوله أن يوحد الله زي تعبير جابر رضي الله عنه في حديث الحج قال فأهل بالتوحيد فأهل بالتوحيد والنفس السلام لما قال في التوحيد قال ماذا لبيك اللهم لبيك فهذه العبارة أيضا تدل على التوحيد قال العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب هو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل به يعني يقول ومراده بقوله لا يعرفها أو يعرفها شهادة أن لا إله إلا الله تؤخذ من قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله ويعملون بها محتاجوا إلى الدعوة إليها اليهود خصوصا في ظاهرهم أنهم يوحدون الله في ظاهرهم أنهم يوحدون الله ويعبدون الله وليس كل اليهود في الحقيقة بل عامة اليهود لا يقولون العزير بن الله إنما طائفة كانت من اليهود تقول ذلك ومع ذلك هل اليهود موحدون؟ لا الجواب لا لماذا؟ لأنهم كفروا بالله عز وجل باعتبارات كثيرة جدا ولذلك قال أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها أو بيقول أنا بعبد الله وحده ولكن لا يعمل بمختضاء الحديث عشر التنبيه على التعليم بالتدريج تأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ادعوهم أن يوحدوا الله إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افطرد عليهم إلى آخر الحديث فإنهم أطاعوا فيها دليل على تدريج في العلم والتعليم الثانية عشر البدء بالأهم فالأهم تأخذ من أمره صلى الله عليه وسلم معاذا بالتوحيد ليدعو إليه أولا ثم الصلاة ثم الزكاة إن الإنسان يبدأ دائما بأهم الأمور الثالثة عشرة مصرف الزكاة تأخذ من قوله فترد على فقرائهم وذا يعني أعظم مصرف من مصارف الإيش الزكاة وقد يكون هذا قبل آية الأصناف الإيش الثمانية نعم الرابعة عشرة كشف العالمي الشبهة عن المتعلم قال المراد بالشبهة هنا شبهة العلم أي يكون عنده جهل تأخذ من قوله إن الله افطرد عليهم صدق تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فيبين أن هذه الصدقة تأخذ من الأغنياء وأن مصرفها الفقراء إن العالم وهو بيعلم أحد يكشف له الشبهة إنه هو بيعلم معاذ رضي الله عنه بيعلم علي رضي الله عنه الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال يعني عن أخذ كرائم الأموال من الناس تأخذ من قوله فإياك وكرائم أموالهم إذ إياك تفيد التحذير يستلزم النهي يعني لما تأخذ منهم الزكاة لو أسلموا وصلوا وأدوا الزكاة عند أخذك الزكاة منهم والصدقة إياك أن تأخذ كرائم الأموال لكرائم الأموال هي نفائس الأموال أغلى المال والزكاة تأخذ من أوصة المال لا تأخذ من كرائم المال ولا من رديئه إنما تأخذ من أوسط المال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم قال تأخذ من قوله واتقي دعوة المظلوم السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب أن دعوة المظلوم لا تحجب ترفع إلى الله عز وجل سبحان الله العظيم قال تأخذ من قوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إلا الحجب كثيرة أخوانا الحجب كثيرة جدا قد تمنع من أن الدعاء يرفع من أعظمها المعاصي والعاذ بالله ومع ذلك كثير من العلماء قالوا بأن هذا الموضع حتى ولو كان عاصيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فإنها ترفع لأجل أنه مظلوم ويدل عليه حديث أنا أذكر على ما سمعكم روى الإمام أحمد وهو حديث حسن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه وهو حديث حسن روى الإمام أحمد لأن المظلوم ضعيف مستضعف حتى ولو كان هو ظالم في وجه أخرى حتى ولو كان هو عاصي وفاجر لكن لما ظلم الله عز وجل يغضب للظلم ولذلك لا يجعل بينه وبين دعوة المظلوم حجاب قال تؤخذ من قوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فقارن الترغيب أو الترهيب بالأحكام مما يحث النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبا لقوله لقوله اتقي دعوة المظلوم فالنفس قد لا تتقي لكن إذا قيل ليس بينها وبين الله حجاب خافت ونفرت من ذلك قال الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء طب الشاهد فين أبل أن تقرأوا ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء ما رد علي رضي الله عنه هذا فعلا شاهد مباشر في الباب وهو وسادات الأولياء علي من سادات الأولياء طب أين ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أي وبعد كده بألما راح خيبر هو الشيخ يشير لها هنا في الكلامة قال والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر إذ وقع فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جوع عظيم حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم الثوم كان أغلبهم لا يرضى يأكلوا لأنه يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلوا وليس حراما لكن في قول الشيخ هنا رحمة الله عليه حتى أنهم أكلوا الحمير ربما هو سبق لسان فقط وإلا فهم لم يأكلوا الحمير وإنما طبخوها فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوها وأما الوباء فهو ما وقع في عهد علي رضي الله عنه وأما المشقة فالظاهران ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده الله ولذلك صبر على البلاء والتاسعة عشرة قوله لا أعطينا الراية عالم من أعلام النبوة عالم من أعلام النبوة لأن هذا حصل فعلي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لأنه حصل فتح في الحقيقة حصل الفتح لو أعطينا الراية غدا وده الأكثر يعني يشهد لقول الشيخ محمد بن الوهاب التاسعة عشرة في قوله لو أعطينا الراية عالم من أعلام النبوة يعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله العشرون تفله في عينه عالم من أعلامها أيضا عالم من أعلام النبوة إنه ليس أي أحد يدفل في عين أحد يبرأ إنما هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لأنه بسق في عينه فبارئ كأن لم يكن به وجاء الحادية عشرة الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هذا ظاهر لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فإذا انقسم الناس في علي رضي الله عنه ثلاثة أقسام أهل السنة والخوارج والنواصب أهل السنة هم الذين أعطوا علي رضي الله عنه حقه ونصفوه وقالوا أنه الخليفة الرابع وأنه من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من عشر المبشرين ونحو ذلك الخوارج كفروا وأخرجوه من الدين بما كان في أيام الفتنة النواصب النواصب في الحقيقة يشتمل على فريقين الشيعة باعتبار وبعض بني أمية باعتبار آخر فبعض بني أمية نصبوا العداء لعلي رضي الله عنه وسبوه ثم جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فمنع ذلك والشيعة باعتبار آخر وهو أنهم والعياذ بالله نصبوا العداء لعلي باعتبار آخر وهو أنهم زعموا حب علي فكان والعياذ بالله شرقهم في علي فصاروا بذلك والعياذ بالله أعداء لعلي وليسوا أحباء ويوم القيامة يتبرأ منهم رضي الله عنه وأرضاه الثانية والعشرون فضلوا الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحبه الله أو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهو ذا اللي يستاهل الصحابة الليل صهرانين عملين يفكروا فيه مش من ذا خلقون نسأل الله العفو والعافية الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى سبحان الله العظيم كل الصحابة كان يفسون في ذلك كل الصحابة ومع ذلك سبحان الله مش عارف أنا مش متذكر بس بقوة كانت هي الحادثة دي ولا غيرها اللي الصحابة رجل منهم عمر كان يقول فجعلت أتشرف للنبي صلى الله عليه وسلم أطلع لفوق كده عشان يفتكرني ويأخذ باله أن ينصبني هذه المسألة يقول وما أحببت الإمارة إلا يومها الرابعة والعشرون الأذب في قوله على رسلك ووجهه أنه أمره بالتمهل وعدم التصرع الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال الدعوة إلى الإسلام قبل القتال لقوله انزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام على خلاف عادة الشيخ يقول فويد في المسائل اللي شبه دي هنا قال الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال حقا أن هذا ليس على إطلاقه وإنما هذا فيه تفصيل بين العلماء ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب أشر إليها بإطلاق وأم تطالع يعني تفاصيل كلام العلماء فيجب الدعوة لمن لم تبلغه الإش الدعوة تجب دعوة تجب لا يجوز قتال من لم تبلغه الدعوة بل تجب الدعوة أولا وتشرع لمن بلغته الإش الدعوة يجوز بحسب المصلح يجوز أن احنا ندعوه مرة أخرى ويجوز أن احنا نقاتله فجأة وأهل خيبر قد بلغتهم الدعوة أم لا بلغتهم من قبل ولكن هذا فيه دير على جواز إعادة دعوتهم إن كنا نرجو منهم يعني خيرا يعني تقصد الكفار قرى منفصلة عن بعضها؟ لا لو فيه انفصال يبقى لابد من انفصال كذلك الأمر تدعى هذه القرية ثم إذا انتقل للقرية الأخرى دعاه أما إذا كان القرى هذه وإن كانت منفصلة عرفا لكن يصل الخبر فيها بسهولة صارت قرية واحدة زي خيبر خيبر كانت عبارة عن إيه؟ حصون اللي أشبه بأنها قرى كذا منفصلة عن بعضها لا مانع هذا مشروع بحسب نظر الحاكم أو الأمير إنه هو يرى فيه مصلحة أن نحن نبلغهم الأول ما فيش مانع أما أهل سمر قند فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة ولذلك بعد ربما 200 سنة تقريبا طيب ماشي لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام في هذا الوقت حتى ولو كانت بخارة بلغها الدعوة في هذا الوقت ماه رجحهم لما قالوا له أنه لم يدعون إلى الله ولم يبلغنا دعوة الله ما هو ظاهر القصة أنه إيه ما بلغهمش بدليل أن عمر بن عزيز أمر بيش بيرجعهم وعلى فكرة كان فيه بينهم زمن طويل ده ما كانوش في زمن واحد يعني قتيبة ما كانش في زمن آه تمام يعني كان في زمن بعد عمر بن عبد العزيز بمدة آه آسف قبل عمر بن عبد العزيز بمدة طبعا هو الدعوة إلى الكفار أو دعوة الكفار قبل حربهم لا بد أن يسبقها أمران العرض الإسلام إن رفضوا الإسلام يدعوهم إلى الإيش أداء الجزية في حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم هيأتي معنا إن شاء الله في الكتاب قال السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم لأن من الحكمة أن تتم الدعوة وذلك بأن تأمره بالإسلام أولا ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله ولا يكفي أن تأمره بالإسلام لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه بل لابد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر الثامنة والعشرون قال المعرفة بحق الله في الإسلام تأخذ من قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه التسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد لقوله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أي خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا وليس المعنى كما قال بعضهم خير لك من أن تتصدق بنعم حمر الثلاثون الحالف على الفتيا يعني جواز الحالف على الفتيا لقوله فوالله لئن يهدي الله بك رجلا إلى آخر الكلام قال فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يستقسم يعني ما طلبش منه صلى الله عليه وسلم أنه يحلف نعم والفائدة هي حثه على أن يهدي الله به والتوقيد عليه يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب حث المأمور وهو علي رضي الله عنه على زيادة الهمة في هذا الفعل ولكن لا ينبغي الحالف على الفتيا هو بيقول يعني أن الشيخ بيقول في المسألة جواز الحالف على الفتيا فالشيخ بن عثم يقول ولكن لا ينبغي الحالف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة ده الأفضل للمفتي يعني لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده لأنه ممكن لما يحلف المفتي على كل فتوى يقوم الناس اللي بيسمعوه يظنوا أنه هو متشكك في ذلك والعامة خصوصا العامة خصوصا أحسن طريقة في فتوتهم لاختصار العامة لا تفصل معه الدليل إنما أجبه بالإيه يجوز ولا يجوز أما إذا طلب الدليل فأخبره لأنه العامي يكفي مسألة أفعل لا أفعل يجوز لا يجوز حلال حرام هذا يكفي أما أن تعرض عليه الدليل فربما تشتبه عليه المسائل تقول له فلان أهل كذا والإمام الفلاني آيل والإمام العلاني قال يوم يعمل إيه هو يتشاهب يتشاهب مثلا مثلا مسألة الطلاق مثلا في الحيد فييجي واحد يسأل المفتي يقول له طلقتها في الحيد فالمفتي يقول له الطلاق واقع وخلاص على كده أما أن يعرض له بقى قول الفريقين يبقى معناها أن العامي ذا بلا أدنى شك هيعمل إيه هياخد ما هو أسهل عليه ويتشهى ونحو ذلك نعم وليس معنا هذا معناه أن إحنا نفتي الناس بالأشد لا المقصود يعني أنك تفتي الناس بما تتدين به عند الله تعالى وأما العامة فلا تفصل معهم إلا إذا طلبوا الإيش الدليل فاذكر دليل ما تقول به أنت أيضا ما تقول أنت به أيضا نعم أما إذا كان طالب علم فقال لك ولكن هناك من يقول بخلاف ذلك فقل ولكن هذا القول لا يجوز لكذا ولكذا 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 نعم بخلاف الطريقة لياها اللي هي طريقة التلفيق التي يتبعها بعض المفتين فإنه إذا سئل السؤال عرض كل الأقوال وبعضهم أحيانا يأتي بأضعف الأقوال لأنها تناسب الإيش التيسير عنده فيما يظن وكذا ونحو ذلك لا لا يجوز هذا خطر جدا هذه المسألة خطرة جدا إن بعض المفتين يأتي يقول مثلا طلقتها في الحيد فيقول له لا يقعد طلاب فيقول له مش مش دلوقتي في ناس بيقولوا إنه هو ما يقعش في الحيد يقول له والله الشيخ فلن بيقول ما بيقعش في الحيد رح له لا يجوز أنت في الحقيقة أنت تميع دينك كيف أنت تعبد الله تعالى وأنت تقول إنه يجوز هذا ويجوز هذا إلا إذا كان هذا إيش حقيقة الحال عندك صراحة انت كطالب علم او عالم او مفتي غير مترجح عندك الايه احد القولين ياسعك ذلك والافضل عند ذلك تقول له انا في الحقيقة غير مترجح عندي قولي من القولين خلاص ابقاء ما فيش مال اذهب الى فلان لعله يفتيك بما هو ارجح او نحو ذلك انما اذا كنت انت تتدين بقول وعليه الدليل وانت تعرف انه الحق لا يسعك ان تقول له ماذا ما هو فلم بيفتي بغير رحله في هذه الحال قال الثلاثون الحلف على الفتية لقوله فوالله لئن يهدي الله قال الى اخره فاقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يستقسم والفائدة هي حثه على ان يهدي الله به والتوكد عليه ولكن لا ينبغي الحلف على الفتية الا لمصلحة وفائدة لانه قد يفهم السامع ان المفتي لم يحلف الا لشك عنده والامام احمد رحمه الله احيانا يقول في اجابته اي والله وقد امر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بقوله تعالى واستنبئونك احقه قل اي وربي انه لحق وقوله تعالى زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلا وربي لا تبعثون وقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربي لا تأتينكم فاذا كان في القسم مصلحة ابتداء او جوابا لسؤال جاز وربما يكون مطلوبا نقف على باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين